أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار أهمية تطبيق الأبركزية في العمل بالمشروع القومي للتنمية البشرية من خلال المحافظات والإدارات التابعة لها وفقاً للمستهدفات وخلال ترأسه الاجتماع الدوري للمجموعة الوزرية للتنمية البشرية لملاقشة استعدادات الوزرات المعنية لإطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية والمقارر إطلاقها في سبتمبر المقبل أكد عبدالغفار أهمية تفعيل دور المجالس القومية في تنفيذ قطة العمل المدرجة بملاف التنمية البشرية والتي تنصب جميعها نحو قضايا مجتمعية مشتركة اشتركوا في القناة